طيب هنروح للشعرية الشعرية حالة الشعرية فين اهي طه على النار شعرية قلنا اسرع حاجة ماما عايزين حاجة مسكرة في الشتاء اول حاجة انا امي عن نفسها يعني بتعملين الشعرية انا بس محمصاها عشان ما تاخدش معانا وقت بس في العادة هنحط السمنة تيجو نعملها بالسمنة سمنة من الدهون المفيدة على فكرة على عكس ما قيلة لنا لسنين طويلة انه ابعدوا عن الزبدة وعن السمنة وعن الحاجات الاهلين كانوا بيأكلوها هي صحية والزيوت النباتية برضو صحية التوازن بين استخدامهم كلهم هو شيء حلو والكميات اللي بنستهلكها انا احط معلقة سمنة كده واحط الشعرية احنا هنحطها نية وتتحمص بس انا زي ما قلت لكم دايما انه بتاخد وقت كده بحسه وقت ثمين من وقت الحلقة واحنا بنستناها تاخد اللون الحل وبعدين استأذنكم يا كنترول في الثلاثين سانية دون عشان نحط الشعرية تفلفل هنديها تقليبة وحنحط لها السكر والمية السكر والمية منفلفلها عادي زي منفلفل الرز انا مش عايزة المية دي هزا المية مغلية هنحط المية مغلية زي منفلفل الشعرية اللي هي من الحدقة يعني عادي جدا منغطيها بالمية ومنحط لها شوية سكر حسب الرغبة وفي وصفات كتير بيضاف لها ساعات حبها نعود قرفها من التنويع يعني تدوها نكهات بس حاسبها تغلي وأغطيها ونطلع فاصل ونرجع تكون دخلت بسوي تعالوا نبص على الشعرية مع بعض من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا خلاص بصوا ما شاء الله فلفلت خليها بس تنشف شوية المية دول على الخفيف وبعدين هناخد شوية منهم نحطهم مع البلبن قولنا الشعرية في البيت في ناس تحبها من فلفلة في ناس تحبها بلبن فلو فلفلناها كده عملنا الاتنين لانه سهل جدا ناخدها على شوية لبن سخن نحط اللبن هنا بيسخن لانه هنستخدمه برضو بنفس الفكرة للبليلة هنا نروح للشعرية بسم الله تعالوا هنا نغرف برضو انا محضرة هنا طبق في اكلة خليجية مشهورة الشعرية تلع خفيرة سمعيني الصوت في ماشاء الله ماشاء الله نجيب حاجة نغرف فيها في اكلة في الخليج اسمها بلاليت هي عبارة عن شعرية متفلفلة بالحبهان وبحطوها كمان ماء الورد وساعات زعفران وبتتقدم معبد هتستغربوا الفكرة الاول بس هي حلويات او حاجة كده فطار شوية 3 ساعة من هنا سلنا نشيلها عشان خلو بالكم ببقى فيه السكر مع المية فبتكرمل بسرعة الباقي ده هنضف له لبن هنعملها شعرية باللبن خلو بالكم شعرية بتشرب اللبن بسرعة يعني لو لقتوه حسيتوه كتير لأ هي اول ما تعود هتمسك هرجاها على النار تغلي غلوة ونضبط السكر فالبلاليت دي من الاكلات اللي انا كنت مستغربة جدا قبل ما جربها بس لما جربتها الصراحة طلعت خطيرة كمبنيشنز كده خلطات معينة من استغربها والعلمكم موجودة في مطبخنا برضو وفي ناس بي يعني احنا عندنا الاكلات احنا متعودين عليها في ناس تستغربها بس انه احنا كبرنا واحنا من اكلها دور على السكر اين السكر لا احنا كبرنا واحنا يعني الملوخية بزمتكم مش غريبة لو انت دلوقتي ياباني وجيه حد او انت سافرت بلد وما عندناش ملوخية في حياتنا ما اناعرفهاش وشفنا اكلة كده زي شربة الملوخية كده بجد هترضو الدقوعي يمكن انا مرضاش ادقها لو انا مش عارفة طعمها واحنا تقريبا من رضعها واحنا صغيرين صح غير كده في حاجات فعلا الواحد بيستغربها ما بيرضاش يجربها بس لو ده هبتطلع حلوة قوي انا بجد البارليت يعني اول مرة اكلها قلت ايه ده طلعت بجد حلوة دخلوا كده على الانترنت ودوروا عليها حتفهموا قصدي شكلها غريب بس طعمها حلوة يلا نطلع فاصل ونرجع نغرف الشعرية بسكر ونعمل ايه سحلب طيب شفتوا الرصة اللي رصناها الحلوة دي بليلة بسكر بليلة بلبن الشعرية المفلفلة طلعة تجنن لازم تتحمص حلوة كده ببقاش فتحة وشعرية بلبن مش بالسكر بس يعني ما جاتش عليها الصراحة ما ندلعهاش يعني ندلعكم شوي